رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب لتقبل توبه بطيب جئتك إلهي تائبا وطالبا وخاضعا وآئبا بمنزل مبارك تنزلني وانفع هنا جميع من قصدني أجري فيوض العلم والأرزاقي لزمرتي وهذبا أخلاقي نالتهم الأسواء قاس المحنا فداركنهم وأكثر مننا زلت لبعض منهم الأقدام فلتسمحا لهم ففيك هام لين لهم من لين الحديد لمن أردت وارفع القيود نراهم في البسط والرخاء أولي ديانة مع الآلاء يمنا وصحة وبذلا زائدا سقها لأحبابي وأبقى عابدا من طيبة أسدي إلى الظواهري وأنت تدري باطني والظاهري نال المناء من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا زال عن الأحباب كل ضيري وقد أتاهم منك كل خيري لا ضرهم تنافس في الفاني إذ كل ما يرون حينا فاني أيدهموا إذ قل كفء النعمي ونجينا من غضب ونقم مصدقين متصدقين وصائمين الدهر حافظين باع النفوس ثم والأموال كالمؤمنين حبذا أحوال أجب يا ربي بسر الذات وسر الأسماء أو الصفات ربي يا ربي فتمم فعلا ما قد قصدت أي تريهم نيلا كما أجبت كل عبد سألا فيما مضى فحققن الأمل أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر اللطف ثم عطف كافي إذ أنك الحي الودود الكافي تقلب الأعيان بالأعيان فلترفع الأقوام في أزماني خر لي صحبا فضلا وخر لي من كل شيء خيره وكل يا ربي بالهادي وصحب الهادي فالتكفي صحبي كل شر غادي رب الأمين أعطي بالأمين كل مطالبي لكل حين أعطي العبيد بغية وعجلا لي بالإجابة أحب العجل لما تعوت أراني نلت كل المطالب وإني فزت ما قط أبت خائبا من ربي بل كل ما أبت شكرت أوبي نعمه في ظاهر وباطني أسبغ لي في الغيب والمواطني زال تكدري وذاك أعظم موهبة وهبها من يكرم لدى حوالي طيبة فالتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعمه لي الوسيلة أزال الغم رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب لتقبل توبي بطيب جئتك إلهي تائبا وطالبا وخاضعا وآبا بمنزل مبارك تنزلني وانفعهنا جميعا من قصدني أجري فيوض العلم والأرزاقي لزمرتي وهذبا أخلاقي نالتهم الأسواء قاس المحنى فدارك أنهم وأكثر مننا زلت لبعض منهم الأقدام فلتسمحا لهم ففي كهام لين لهم من لين الحديد لمن أردت وارفع القيود نراهم في البسط والرخاء أولي ديانة مع الآلاء يمنا وصحة وبذلا زائدا سقها لأحبابي وأبقى عابدا من طيبة أسدي إلى الظواهري وأنت تدري باطني وظاهري نال المنا من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا زال عن الأحباب كل ضير وقد أتاهم منك كل خير لا ضرهم تنافس في الفان إذ كل ما يرون حينا فان أيدهم إذ قل كفء نعم ونجينا من غضب ونقم مصدقين متصدقين وصائمين الدهر حافظين باع النفوس ثم والأموال كالمؤمنين خبذا أحوال أجب يا ربي بسر الذات وسر الأسماء أو الصفات ربي يا ربي فتم من فعلا ما قد قصدت أي تريهم نيلا كما أجبت كل عبد سألا فيما مضى فحققنا الأملا أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر لطف ثم عطف كافي إذ أنك الحي الوجود الكافي تقلب الأعيان بالأعيان فلترفع الأقوام في أزماني خر لي يا صحبا فضلا وخر لي من كل شيء خيره وكن لي يا ربي بالهادي وصحب الهادي فلتكفي صحبي كل شر غادي رب الأمين أعطي بالأمين كل المطالب لكل حين أعطي العبيدة بغية وعجلها لي بالإجابة أحب العجلة لما تعودت أراني نلت كل المطالب وإني فزت ما قط أبت خائبا من ربي بل كلما أبت شكرت أوبي نعمه في ظاهر وباطني أسبغ لي في الغيب والمواطني زال تكدري وذاك أعظم موهبة وهبها من يكرم لدى حوالي طيبة فلتذرد كل الشرور أبدا وسرمدا يا رب صليا على المختاري وآله وصحبه الأخياري نعم الشفيع المصطفى ونعمه لي الوسيلة أزال الغمى اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفونه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين